موسيقى اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في حلقة جديدة من برنامجنا قصة الكنيسة في هذا البرنامج نتعرف الى تاريخ الكنيسة الاولى حسب ما ورد في سفر الاعمال لنرى الحركة المباركة التي قادها الروح القدس لنمو وامتداد الكنيسة عبر القرن الاول الميلادي حديث معاك النهاردة من خلال الاصح الثاني من سفر الاعمال والايات الاولى من هذا الاصح تحت عنوان ماذا حدث في يوم الخمسين ماذا حدث في يوم الخمسين كان يوم الخمسين عيدا يهوديا ليه اهمية كبيرة جدا عند كل يهودي اصبح يوما فارقا في تاريخ الكنيسة المسيحية حتى ان البعض بيراه يوم ميلاد الكنيسة وزي ما كان اليوم وما حدث فيه بركة عظيمة الكنيسة الاولى كمال لنا احنا النهاردة بس يمكن محتاجين يكون عندنا فهم اعمق لما حدث في هذا اليوم ان كنا نرغب ان نكون على الصورة اللي يشتاق الرب ان يراها فينا نحتاج ان نعرف ما عمله المسيح في هذا اليوم في يوم الخمسين وما للغريب ان احنا بنحتفل بقوة وافتخار بالكريسمس لانه بيذكرنا بمجيء المسيح لعالمنا ونحتفل ايضا بالقيامة اللي بتذكرنا بانتصار المسيح على القبر والموت فانا بتساءل ازاي لا نحتفل النهاردة بيوم الخمسين اللي فيه انسكب الروح والقلس على الكنيسة بطريقة لم تحدث في كل التاريخ الحقيقة بنخسر كتير لما لا نعي جيدا ما حدث في يوم الخمسين خلونا نقترب من هذا اليوم المقدس ومن هذا التاريخ المقدس علشان نشوف اللي نقدر نتعامل معاه بهذا اليوم والاحداث التي تمت فيه عايز اقول اولا هذا اليوم هو عيد يهودي يوم الخمسين هو عيد يهودي هو يوم تاريخي عظيم عند اليهود بيجي بعد تسعة واربعين يوم او سبعة اسابيع من عيد الفصح عشان كده كان بيسمى عيد الاسابيع وهو بيحمل ذكرى اعطاء الشريعة من الرب لموسى على جبل سيناء والفرح امام الرب يذكر انه كان عبدا في ارض مصر كل يهودي يذكر انه هو كان عبد في ارض مصر فيمتلب الفرح بسبب هذه الحرية كان كمان عيد زراعي احتفال باتمام الحصاد وكان العيد الحياء بيشمل فرح العيلة كلها في سفر التسنية اصح 16 يقول لنا الكتاب عن هذا العيد وبعض الامور التي كانت تحدث فيه تسنية 16 واي 11 يقول كده سلاس مرات في السنة يحضر جميع ذكورك امام الرب الهك في المكان الذي يختاره الرب في عيد الفطير وعيد الاسابيع وعيد المظال ولا يحضروا امامي فارغين يتفرغ الجميع للاحتفال امام الرب وينادوا في ذلك اليوم محفل مقدس يكون لهم في اليوم ده مفيش مجال لعمل اي شيء لكن ده فريضة دهرية في جميع المساكن في كل الاجيال زي ما قلت بيغلب عليه سمة الفرح والتقدمات التطوعية امام الرب في تسنية 16 واي 10 يقول كده وتعمل عيد اسابيع للرب الهك على قدر ما تسمح يدك ان تعطي كما يباركك الرب الهك اذا يوم الخمسين كان عيد يهودي واضح جدا من اهم الاعياد اللي كانوا بيعيدوها لكن في سفر الاعمال اصرح اتنين بنرى هذا العيد وقد اصبح عيدا او يوما مسيحيا بامتياز اللي حدث في سفر الاعمال اصرح اتنين يكشف لينا ان اليوم اصبح يوم جديد مختلف صحيح بيحمل زلال القديم لكن انسكاب الروح في هذا اليوم هو السمة اللي ميزت هذا العيد او هذا اليوم المسيح المبارك زي ما كان في القديم ترتيب وتعيين من الله هكذا الجديد ايضا الرسول بطرس بيشهد في اصرح اتنين من سفر الاعمال وآية تلاتة وتلاتين يقول كده واذ ارتفع بيمين الله واخذ موعد الروح القدس من الاب سكب هذا الذي انتم الان تبصرونه وتسمعونه وكما كان الاحتفال قديما بيشمل ذكر الحرية من عبودية مصر تقديم بقورات الحصاد للرب وبالتحديد نهاية حصاد الشعير وبداية حصاد الحنطة هذا تماما ما حدث في اعمال اتنين لكن مع النفوس في تلات تلاف نفس اتحررت من عبودية ابليس والخطية لما امنوا واعتمدوا باسم الرب يسوع ودول كانوا بمثابة بقورة الحصاد وبعد كده بنشوف حصاد وفير حدث في تاريخ الكنيسة كانت الحرية من النموس اللي دعاه بولوس خدمة الموت المنقوشة باحرف في حجارة او خدمة الدينونة ومن المقارنات الغريبة احبائي بين يوم الخمسين ويوم اعطاء النموس انه في يوم اعطاء الشريعة يقولين الكتاب في خروج اتنين وثلاثين وقع من الشعب يعني ماتوا في ذلك اليوم نحو سلاسة الاف رجل وفي يوم الخمسين ينال الحياة ويحصل على الخلاص سلاسة الاف نفس في يوم اعطاء الشريعة كان موسى وسيط العهد يصرخ انا مرتعب ومرتعد اما في يوم الخمسين فقد امتلأت الكنيسة الوليدة فرح وفرح الرسل بهذا السمر المتكاسر بل وفرحت السماء بالسلاسة الاف اللي عادوا بتوبة حقيقية للرب في يوم الخمسين صديق المشاهد تمت نبوة يوئيل يوئيل في اصاح اتنين تنبأ وعلنا هذه الكلمات اللي عادها الرسول بطرس في اعمال اتنين في اويل اتنين والايات تمانية وعشرين وتسعة وعشرين ويكون بعد ذلك اني اسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم احلاما ويرى شبابكم رؤى وعلى العبيد ايضا والاماء اسكب روحي في تلك الايام وده نفس الكلام اللي قاله الرسول بطرس هنا في اعمال اتنين بعد حلول الروح القدس في ذلك اليوم يقول الرسول بطرس الايات 16 الى 18 بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله ويكون في الايام الاخيرة اني اسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما وعلى عبيد ايضا وامائي اسكب من روحي في تلك الايام فيتنبؤون اذا هذا العيد اليهودي يوم الخمسين اصبح يوم مسيحي بامتياز يوم مسيحي حقيقي نقدر نقول عنه انه هو يوم معمودية الكنيسة يوم معمودية الكنيسة فاكرين يوحن المعمدان تنبأ وقال كده في لؤى 3 وآية 16 انا اعمدكم بماء ولكن يأتي من هو اقوى مني الذي لست اهلا ان حل سيور حذائه هو سيعمدكم بالروح القدس ونار واشار المسيح قبل صعوده الى قرب تحقيق هذه الكلمات اللي قالها يوحن المعمدان قال الكلام ده بعد كده شخص الرب يسوع الرسول بولوس تحدث عن استمرار هذا الاختبار افتكر في كورونس الاولى 12 قال الرسول بولوس هذه الكلمات المشجعة جدا آية 13 لاننا جميعنا بروح واحد اعتمدنا الى جسد واحد يهودا كنا ام يونانيين عبيدا ام احرار وجميعنا سقينا روحا واحدا يوم معمودية الكنيسة فماذا حدث بالتحديد ايه اللي حدث في يوم الخمسين يقول الكتاب صوت كما من هبوب ريح عاصفة والكلمة ريح في العهد القديم تستخدم باكتر من معنى تعني احيانا نسمة الحياة او نفس الانسان وتعني احيانا ريح في الصحراء ريح قوية او هادئة وتعني ايضا روح الله وده المعنى الاخير المقصود في هذا النص فالكلمة بتعبر عن حضور الله صوت كما من هبوب ريح عاصفة يعني الله حاضر هنا والان وحاضر بمجد ووضوح في يوم الخمسين ثم الامر الثاني السنة منقسمة كأنها من نار ارجو ننتبه ما كانتش الالسنة نار بل تشبه بالنار وبالرجوع للعهد القديم بنشوف استخدام النار يمكن ده يساعدنا نفهم هذا الجانب من المشهد الرب ظهر لموسى في سفر الخروج بلهيب نار من وسط علايقة فنظر موسى واذ العليقة تتوقت بالنار والعليقة لم تكن تحترق فالرب عايز يقول لموسى انا حاضر الان في هذا المكان في رحلة البرية الرب كان بيقود شعبه للخروج من عبودية مصر بيقودهم بعد كده في البرية بهذا المشهد خروج 13 وآية 2 وكان الرب يسير امامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا مرة تاني النار بتعبر عن حضور الله عن قيادة الله مشهد اخر بنشوفه في حياة اليه في ملوك الاول 18 بنشوف هذا المشهد اللي حدث مع اليه وانبياء البعل والسواري في ذلك الوقت واكتفي بالآية 24 في ملوك الاول 18 اليه كان بيخاطب انبياء البعل ويقولهم الاله الذي يستجيب بنار هو الله ويقولهم ثم تدعون باسم آلهتكم وانا ادعو باسم الرب والاله الذي يجيب بنار فهو الله تسمح لي اضيف مشهد تاني على فكرة النار اللي بتمثل حضور الله لما سليمان بن الهيكل وبيحتفل بتدشين الهيكل نزلت النار من السماء واكلت المحرقة والذبائح وملأ مجد الرب البيت وكان جميع بني اسرائيل ينظرون عند نزول النار ومجد الرب على البيت وخروا على وجوههم الى الارض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لانه صالح والى الابدي رحمته ارجو انك تلاحظ الصديق المشاهد رد فعل الناس لما شافوا النار والالسنة المنقسمة كانها من النار التي استقرت على المية وعشرين تلميذ كانت اقرب ما يكون لما حدث ايام سليمان تعبير عن حضور الله بمجده وده معناه انه على الشعب الرب السجود والخضوع للرب كانت الالسنة المنقسمة كانها من النار تعبير واضح عن الحضور الالهي ثم يقول الكتاب في ذلك اليوم امتلأ الجميع من الروح الكدس لم يفرق الروح بين الرسل وبقية التلاميذ الجميع في حاجة لهذه الخبرة الخاصة وهو بالتأكيد احتياج دائم احتياج دائم للشعب الرب في كل مكان يحتاج الى روح الله القدوس الى ملء الروح الله القدوس علشان الروح ياخد مكان القيادة والتوجيه في حياة المؤمن والكنيسة بدأوا يتكلمون بألسنة اخرى اجتماع يوم الخمسين يضم السبعتاشر جنسية او يهود من السبعتاشر مكان من العالم بيتكلموا السبعتاشر لغة ولهجة مختلفة لكنهم سمعوا وفهموا رسالة الانجيل كل واحد منهم بلغته ماذا كان يفعل الرب في هذا المشهد وزي ما نقول الاشياء بالضادها تتضح يمكن لارو جعنا زمان لتكوين 11 لما الله قال هلوم ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض في بابل اراد الرب ان يفرقهم بسبب عدم ايمانهم لكن هنا اصد الرب يوحدهم الرب هنا بيشكل اسرائيل الجديد شعب الرب اللي بيتوحد امامه يسجدوا يسبحوا يسمعوا كلمة الرب معا وبعدين يقف بطرس ومعا بقية الرسل بيشرح ما يحدث ويقدم رسالة الانجيل اللي خلاصتها يسوع هذا اقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك اطلق الرب بطرس الرسل علشان يشهدوا عنه بعد ما قعدهم واهلهم وملأهم وايدهم واحدهم بالروح القلس اخيرا اقول انه يوم الخمسين هو يوم الاخبار السرة مجموعة من الحقائق المفرحة اللي اعلنت بوضوح في ذلك اليوم منها يسوع الناصري هو ابن الله وفيه تحققت نبوات العهد القديم يسوع المسيح رفع على الصليب لاجل فداء الانسان وغفرا خطياه يسوع المسيح بقيمتي غلب الموت وهزم الموت يسوع المسيح يجلس الان ممجدا عن يمين العظم في العالي يسوع المسيح يستحق العبادة والاكرام والسجود يسوع المسيح كان حاضرا في يوم الخمسين بقوة وانهاردة صديق المشاهد واستعال بمضطرب ومنزعج وكل يوم بنسمع اخبار مزعجة من هنا وهناك تصبح الحاجة ملحة الى سماع وقبول هذه الاخبار الصارة الخاصة بيسوع كل من يقبل يخلص ومن يخلص يعلن ويزيع نفس هذه الاخبار الصارة ما حدث في يوم الخمسين يمكن يكون ابعد واعلى من فهمنا لكن واضح النتيجة المباشرة حماسة وجرأة عند المؤمنين لاعلان الانجيل لاعلان الاخبار الصارة كل من يدعو باسم الرب يخلص هل ننشغل بهذا الهدف بخلاص النفوس هل هذا الهدف يملأ قلوبنا وحياتنا هل هذا الهدف يحتل الأولوية في برامج كنائسنا بهذا نعيش خبرة يوم الخمسين هذا ما حدث في يوم الخمسين ازاعة الاخبار الصارة وهذا ما يمكن ان يحدث معنا اليوم والى لقاء جديد هستودعك صديق المشاهد الى نعمة القدير لنواصل معا قصة الكنيسة والرب معك اشتركوا في القناة